اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجوم على الأعداء يكون في الصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى ينتظر طلوع الصبح فإن سمع نداء أنهم يصلون الصلاة الفجر تغفو إلا أغار عليها فهذا لا يكون إلا في أول النهار على ما اعتاد الناس في الحروب فهذه عندما تجري وتخرج أصوات بأنفاسها وتضرب على الأرض ويخرج شيء من الشراب ويكون هذا في أغلب الأحيان في أول النهار تثير أن الغبار يخرج ثم في الغالب أن الخير ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم معقود في نوصيها الخير وأنها لا تخاف وتقتحم في وسط العديد وقال والله أعلم أن الجوش متراصة صفور وابتدأت المعركة انطلق الزبير على فرسه كالسهم داخل العدو فرأى العدو هذا الفارس على خيل وهو رجل واحد رجل واحد يدخل فيه في جيش كام فقالوا ما يمكن أن يكون هذا مقاتل هذا رسول يريد القائد ففتحوا له الطريق فدخل إلى القائد قضى عليه ورجع هذا كان حال الصحابة أخوانا لو تنظر في حال الصحابة رضو الله عليه وتنظر في حال الروم والفرس وهؤلاء كان الفارس من أغروم الفرس يخرج مدجج بالسلاح مغطى بالحديد ما يرى منه شيء ومع هذا يخرج له أحد الصحابة ليس عليه شيء وليس عليه كلا ويقتل ذي أسهل ما يكون أهم ما يكون التوحيد إن تنصروا الله ينصركم إن الله يدافع للذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسل فوسطنا به جمعا قلنا أن الخيل تدخل في وسط هؤلاء ثم قلنا أن الله سبحانه وتعالى له يقسم بما شاء من مخلوقات وليس لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى ومن حلف بغير الله فقد كفر أشرك إن الإنسان لربه لكنود يعني الناس تجاه النعم قال الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يجهد نعم الله سبحانه وتعالى يكفر النعم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما أشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني وكريم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إن الإنسان لربه لكنود يعني يكفر ويشهد النعم إلا من رحم الله وإنه على ذلك لشهيد إما أن الإنسان يعرف هذا من نفسه أنه جاحد للنعم إلا من رحم الله أو أن الله سبحانه وتعالى شاهد على هؤلاء بكفرهم النعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر ويصح الجمع بين القولين وإنه لحب الخير للشديد وقال هذا يعني في كل الناس كل واحد منا يحب الخير لنفسه وحريص على الدنيا وحريص على جمع الخير فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يعني بعث الناس وإخراج الناس من قبورهم وحصل ما في الصدور وهذا فيه أن القلب له عمل نحاسب الإنسان على القول والفعل والاعتقاد وحصل ما في الصدور ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت جسد كل ألا وهي القلب وسمي القلب لأنه الله عز وجل يتقلب لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب إن ربهم بهم يومئذ لخبير الخبير يعني بالبواطن والضواهر وإذا كان يعلم البواطن من باب أولى أنه يعلم الضواهر فالله سبحانه عليم وخبير الخبير بالبواطن والضواهر نعم فالله سبحانه وتعالى خبير بما في صدور هؤلاء وفيما يعني يكون من عمل القلب كالخوف والرجاء والتوكل وغيره إذن هذه فيها السورة فيها التحذير من كفر النعم والجحود وأن العبد يشهد على نفسه ويشهد الله سبحانه وتعالى عليه ومتى لا تنبه عند بعث الناس من قبوله وتغلق باب التوبة وطلع الشمس من مغربها أو بحضور الوفاة نعم اشتركوا في القناة